موسيقى مرحبا بكم جديد إذن في قضيتنا بالنسبة لليلة دينا سيدة أم لثلاثة صغار تتلقى مقتولة في دارها الظاهر أنه رجلها نتيجة العنف اللي مارس فيها عليها هو اللي يقضى عليها ولكن فما تفاصيل يجبك تعرفها أمور غريبة بش تصير لي أنه في الحقيقة في الحقيقة دينا وصلت إلى قرار أنها ما عادش ترجع لولا حيلة اللي بشي استعملها محمود أول ما شيف طبيب حالة دينا شيف طعانات اللي تعرضت لهم شيف كمية متاع ضرب بين في رأسها آثار عنق ظاهرة على وجهها بالوقت قلت لك تصل بالشرطة وأول ما سمع محمود أنه الشرطة جاية وما زالت أخت دينا تحاول تفهم الحكاية تحاول تستوعب شنوه اليسار تفتت يمين ويسار بش تسئل محمود أخي فجأة للقاتوا لعلمين لعليسار كلمة أمها وإخواتها وعلمتهم بالموضوع جاوا على الفور للمستشفى فجأة خال محمود كأنه ما فهم حد شيء أول ما شفتوا أم دينا بديت تبكي وتضرب فيه وتسب فيه ودخلوا أنت سبب أنت اللي قتلت لي بنتي محمود يسكت إفاش هو زيدا بدأ يسيح ويعايد ويحاول يتوجه يتهجم على أم دينا لكن الشرطة اللي كانوا حاضرين في السبيطار منعوه ووقفوه بالوقت ونقلوه للاستجواء كان يحكي عادي لحقيقة كأنه دينا ما سرلها شيء ولا تقتلت وبدأ يسرد للشرطة شنية لي صار بالضبط محمود قال بعد ما التجأت الكبارات العيلة في المنطقة اللي نعيشوا فيها والدخلولي مع دارهم قبل دينا ترجع لدارها وتراجعت على قرار الانفصال والطلاق لكن كان بشرط أنهم يقعدوا زوز قاعدة صلح راس راس وتقولوا دينا شنوها طالبة بالضبط في القاعدة اللي بيشوا قعدوها راس راس وبدأت هي الحقيقة تعطي في شروطها أهمهم قتله يزمك تتخلى على المخدرات نهائية ويزمك تناحي حكاية الضرب هذية بسبب وبنغيسبب نهائية عدا محمود بديت نيرفز بدي يحس أنه دينا تملي عليه في شروط كأنه هي المسيطرة على الوضع وتذل فيه خطره حب يرجعها خاصة بعد ما قتله أنه إذا مسمعش كلامها وعمل اللي هي طلبته من شروط فإنها رأي بيش تمشي فاتلاق وبيش تحربوا من صغاره وهنا القاعدة اللي كانت مفروض تكون قاعدة صلحية تحولت العركة وبدأ محمود يسيح ويعايد وشد دينا ضربها مرخ دينا هنا عاودة لما تتبشها من الدار وبدأت بيش تخرجوا أكدت له أنه بيش ينسى كان ترجع له مهما شكون تدخل له من هنا القدام وينسى أنه يشوف صغاره وكيف وصلت دينا لدار بوها هكا ما زالت مغلغ لعليه هزت التليفون وكلمته وفرغت قلبها في التليفون وبدأت توجه له في السب والكلام ويلي مدمن ويلي بيك ويلي عليك واجبدت له المخبل في كوبة وعيوبه لكل عرضة هملو وقتلوا رام ولادك ما يحبوكش ورام اللي يخافوا منك ورام نهار كامتي معايشهم في رعب وفي أهمال هو يسمع ومش مصدق لأول مرة دينا تحكي معاه بالطريقة هاذي ويرح خيقة سايبة قتلك في السببان والشتم أول ما كملت هالتليفون اللي فرغت فيها اللي تحب تقوله لكل وعلقت كما قتلك مشيت لدار خالتها كانت متأكداً ومحمود تعرف وتعرف أعماله بش يمشي لدارهم وبش يجيها للدار وربما ما زال بش يعمل فيها أعمال وذلك فعلاً اللي صار محمود اللوج عليها في دارهم ما لقهيش هو كان مغلغل على الكلام اللي يسمعوا في التليفون وعينيه طالعة بكلها وقال للدارهم اللي صار وكيفاش سمعتوا الكلام وتوعدها قدام دارهم لكنه ملقى هيش مشاء روح أعلى روحه مشاء روح لكنه استمبت فكرة للانتقام كلم قريبه قاله وكلم دينا مارتي قلها لمحمود عمل حادث بعد ما جيك لداركم وهو مروح ورقوا في حالة حليلة ورنه هزيناه للدار ويلزمك تمشي تتطمن عليه وبالفعل دينا صدقت الكذبة وخافت على محمود وهزت روحها وصغارها ومشيت بش تتطمن عليه أول ما وصلت للدار دخلت في بالها بش تلقى شكون في الدار والناس وكذا ومحمود في الفرش وعمل أكسيدان قلت محمود لبس عليه سكر عليها الباب فهمت لي هو لا عامل حادث ولا هم يحزنون كان واقف في الدار يستنى فيها والشر يتطاير من عينيه وبدأ يصيح ويكسر في الدار وكل عادة سيعتدي عليها بالضرب أمام قلبه ما زال معبي بعد الكلام اللي قالت هونه جيب مقص قص لها شعرها الكل ومن بعد بش يجيب سكينة يوجه لها سلسلة من الطاعنات في كرشها في صدرها رغم الطاعنات والعنف الشديد اللي تعرضت له كانت تحاول تصيح وتطلب النجدة من الجيران وتحاول تقوم وتخرج من الدار لكن محمود أسبقها ومشي بعد ما ضربها بالسكينة جيب مقرونة البندقية اللي عنده في الدار وبدأ يضرب لها في رأسها بالمقبض من طاع البندقية أول مكمل اللي اعتداء علينا على هدينا ما كانش مستوعب أنها متت في باله سيفة شغله فيها ضربها داخت مشي بشي عمل قهوة اي نعم اي وخرج وسكر البيب اصغاره في الدار ضيع شوية وقت وفي باله كيف يطلع للدار بش يلقى دينة معادي قامت ولاهية بالصغار ورجعت الوعيها عدى أربع سويع وهو في القاوة كيف روح قاها ما زالت لا تتحرك حاول يقومها الشيء وقتها قرر يتصل باختها وقال لها ما نعرفش شنوه صار أما ما عندي حتى علاقة بش يقول الشرطة هنا قال كيف هبطت من الدار خليتها تتنفس وعايشة تم توجيه تهمة القتل مع سبق الإسرار والترصد المحمود ونهار الاربعة تلاثة جويلية الفين واربعة وعشرين تم النطق بالحكم عليه الاعدام شنقن شوفوا معايا لحظة النطق بالحكم على محمود وفرحة والدة دينا بالحكم تقول الشرطة كانت هذه إذن تفاصيل حكيتنا بالنسبة لليلة شكراً على حس المتابعة والاهتمام قبل من ودعكم مجموعة من التعليق متاعكم يجيتنا على مختلف الحلقات ومنها تعليق هذا اللي يجينا من الحلقة متاع شام هاروش سائق توك توك والتعليق اللي يقول ظاهر الحكاية من أولها لازمها قهوة وركشة شام هاروش وسائق توك توك وفي المغرب يعني قضية فاوحة لازم نضبطه لجواق بل ما نبدأه نسمعه في الحلقة صبري يقول بالله يسي حمزة عندي طلب في العنوان متاع الحلقة معاك ستعطينا حل الجريمة خلينا نفكره شوي هذيك صبري عادة اللي نحاول ونعمله العنوين حاولوا نبنيوها بطريقة أنه ما تفصحش على شيم الجريمة ساعات تفصح على الضحية مثلا ولكن في قدر المستطاع ما نعملوهش ولكن صحيح اللي ساعات فما بعض العنوين نتلزو أنها تكون فيها معطيات ربما اللي تفضح الجرائم لكن في الغالب نحاولوا أنه ما نفضحوش التفاصيل ونعمل على ذلك أكثر فأكثر في بقية الحلقات شكرا لك يا صبري وشكرا لكم جميعا على المتابعة والاهتمام وعلى التعليق متاعكم دمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة